بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة مع الشيخ بسام جرار حول زوال إسرائيل هذه الكلمة الكبيرة التي تشغل الناس وتعيد الاعتبار لمسألة النقاش حول جدية هذه الفرضية التي بعضهم ربطها بقراءة استراتيجية بإمكانية الزوال وبعضهم اعتبر ذلك بإضافة للأرقام التي ذكرت على ألسنة كثير من الشخصيات التي تناولت زوال إسرائيل هذا الموضوع عند القراءة فيه والبحث توصلنا إلى نتيجة مهمة بأن الدخول في الأرقام سيغرق المشاهدين جميعا في مسألة التفكير وعدم الوصول إلى نتائج لأجل ذلك جعلنا في هذا التبويب جزئين من النقاش الجزء الأول يتعلق بالنبوءة وتفاصيلها وجزء الآخر هو ربط ما بين النبوءة وواقع الكيان مشاهدين الكرام تابعونا حتى تعلموا ما الجديد لدى شيخ بسام جرار أهلا وسهلا بك شيخ بسام أهلا حياكم يعني ليس تندرا لكن كثير من الناس عندما تناقشهم في مسألة الزوال وغيرها أقول لك يا عمي شيخ بسام قال في 22 منتهي الموضوع الصغير رايحة في 22 يعني كيف بدأت الفكرة آه كيف بدأت الفكرة هو بسم الله هو في البداية كان لابد من مقدمة وكانت المقدمة سنة 1990 ميلادي أول كتاب أخرجته في مسألة الإعجاز العددي في القرآن الكريم فإذا لابد يكون في خلفية مناسبة في معرفة النظم العددية في القرآن الكريم كما قلت إذن تم إخراج الكتاب هذا سنة 1990 الآن مسألة زوال إسرائيل أو احتمال زوال إسرائيل هذه كانت 92 يعني بعد سنتين بمعنى دون المقدمة الأولى ما كان بالإمكان الحديث في موضوع احتمال زوال إسرائيل والمسألة كانت تحتاج إلى مفتاح مفتاح في البداية كنت في كل مناسبة من مناسبات الإسراء والمعراج نعطي محاضرات ودروس طيب وعلى مدى السنين كنت أنت تحتاج أنك تنظر أكثر وأكثر في تفسير لذلك تخصصنا في تفسير فواتح سورة الإسراء بشكل جيد وبذكر أنه في بعض الناس كأنهم اقتنعوا بالتفسير فسألوا متى؟ متى؟ قلت لهم في القرآن ما فيه متى؟ هذا التفسير انتهى الآن فيما بعد كما قلت جاء المفتاح محاضرة للأستاذ الراشد هذا عالم عراقي مشهور كان سنة التسعين يبدو أعطى حول النظام العالمي الجديد كان وقته فيه كلام حول النظام العالمي الجديد فهو أعطى محاضرة رجل يعني رجل موسوعي ماكن في العلم يعني وكان يبدو في سنة 1948 صبي يعني ممكن يكون عمره 11 أكثر شوي سنة 1948 فهو لما في نهاية المحاضرة اللي طبعا أنا وجدتها مدونة كتابة وإذا به بيقدم مبشرات من ضمن المبشرات بذكر قصة حصلت معهم اللي هو أنه كان لهم جارة عجوز يهودية في العراق المقصود بغداد كان لهم جارة عجوز يهودية لما أعلن عن قيام دولة إسرائيل في 15-5 قالت دخلت عندنا البيت تبكي قال فأمي بتسألها أنت ليش بتبكي واليهود فرحانين فقالت هذه الدولة وجدت لذبح اليهود وراح تدوم 76 سنة فأنا قلت يعني معقول يكون قولها أنه وجدت لذبح اليهود تحليل سياسي لكن 76 معناته هذا في عندهم يبدو نبوآت عند اليهود نبوآت من هون بدأت القصة طبعا لا أستطيع أن أخذ نبوآت يهودية لأنه حصل عند أهل الكتاب سواء كان يهود أو غيرهم كثير كان يكون في نبوآت ويحاولوا يفسروها ويأتي الزمان يثبت أنه الأمر مش تمام وخصوصا أنه نبوآت بتكون بشكل رمزي رمزي والتالي بتحتمل تحتمل فقلت ممكن تكون هذه نبوآة ولكن كيف بدأ نأخذ إحنا الأمر يحتاج أني أفحص في القرآن على ضوء معرفتي الآن بالنظم العددية قبل كلنا بسنتين كان في كتاب في الموضوع فطبعا لما قالت 76 يفترض أنه يكون 76 قمري يعني 74 شمسي الآن هون هذا بيعني أنه 2022 ميلادي أو 1443 هجري لأنه 1443 هجري على فكرة بتلتقي مع 2022 ميلادي بنتين وتسعة يوم فبالتالي من هون بدأت تعال بداية من هون بدأت القصة في مفتاح نقلنا أو مسكنا الخيط ثم الدراسات استمرت إلى اليوم يعني من 1992 إلى اليوم شيخ أنت 30 سنة وأنت تتحدث في هذا الموضوع 30 سنة وتبني فكرة على فكرانا يعني وأنا وراجع في تحضير الحلقة أكثر من سبعة كتب في نفس الزاوية تدور في مسألة الزوال عندما نقرأ سورة الإسراء خاصة سورة محببة للفلسطينيين أكثر يعني خاصة لارتباطها بالمسجد الأقصى وأيضا حتى في بيوتنا سورة مريم الكهف الإسراء هي الصور ويوسف عليه السلام هي الصور الأكثر يعني تداولا ومحبة للسماع عندما تقرأ أنت دائما في كل مناسبة من مناسبات الإسراء والمعراج دائما كنا وحنا صغر نسمع للشيخ بسام عن مسألة الزوال وجئنا بكم لفيفة مسألة العلو كل هاي التفاصيل حاضرة في الذهن لكن حتى نبني علميا ما الذي وجدتمه كان فعلا لا يمكن نقاشه على الأقل من ناحية المراكمة في مسألة البهث طبعا هي المسألة كانت مفاجئة ومسلك لم يسبق أنه عرف وكل شيء جديد ممكن في البداية يستهجن ولكن أنا أذكر لما أبعدنا لمرج الزهور سنة 92 كنت تقريبا بدأت في المسألة قبل الإبعاد بثلاثة شهر بدأت أمسك الخيط قبل الإبعاد بثلاثة شهر ثم هناك كنت معني أنه أعطي درس للمبعدين كل ناس في خيمتهم كانت تقريبا في البداية في عدود 35 خيمة يعني 35 يوم مريت على المبعدين واحد خيمة خيمة في مرة من المرات شخص بنهض هيك وبخرج من الخيمة بخرج من الخيمة فلما سألنا فيما بعد ليش كنت هيك وأطلعت بسرعة قال أنا خفت من كثر المسألة يعني عجيبة خفت أنجن إذن هو بدأ يلاحظ أنه فيه إشي غريب إذن أنت لما بديت تقدم للناس هو الناس بتحكم الناس عندها عقول عندها عقول هذا إذا كانوا معنيين أنهم يفهمهم هم ما بيندشوا من التوافقات الموجودة إذن إحنا اكتشفنا توافقات هذه التوافقات كلها تدل على احتمال زوال إسرائيل طبعا ليش بقول احتمال؟ لأنها المسألة بما أنها أرقام وأعداد ما بتوصلش درجة 100% كما لو كان هناك نص صريح وواضح حتى مرات النصوص بتكون ظنية الدلالة بتاخدش 100% أحيانا النصوص تكون قطعية في دلالة 100% هاي أرقام مجرد أرقام ممكن نحن الآن عم بفسرها زوال إسرائيل نتيجة يعني كونها موجودة خصوصا مع فتوحات سابقة فتح عمر الخطاب وفتح صلاح الدين والملاحظات هاي الغريبة كثير وكيف بتم هذا الكلام فبالتالي الناس هي اللي تحكم من خلال يعني إذن ليش في ناس أنت تجدهم مقتنعين هم بكونوا نظروا في الدروس فوجدوا أنه طب هذا مستحيل يصدف خلينا بالتفصيل ما المستحيل يعني مستحيل هاي الموافقات اللي وجدت مستحيل تصدف هذه الأقام أعطيك مثلا في البداية في البداية مثلا كنت ناظر في سورة الكهف وجيد أنه هون ألفت الانتباه أنه قصة الكهف في سورة الكهف لاحظ الصورة سميت سورة الكهف قصة الكهف في سورة الكهف 18 آية تنظر أنت للسورة بتجي ترتيبها المصحف 18 السورة اللي بعدها السورة 19 قصة موسى عيسى عليه السلام ومريم 19 آية في السورة 19 طيب سورة يوسف تتكلم عن نشأة الأصباط 12 أخوته هذا في أجاز العدد هنا أخوته تجدها السورة 12 تجدها السورة 12 آه طيب هنا الآن نيجي لسورة الكهف اللي هي تقريبا مجاورة لسورة الإسراء لأن إسراء 17 الكهف 18 في سورة الإسراء تبدأ القصة قصة الكهف أم حسبت أن من الآية 9 أن أصعاب الكهف والرقيم لو بدأت تعد الكلمات لعند قول الله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم شو راح يكون الجواب بعدها في القرآن 300 سنين وازدادوا التسعة إذا بتعدي الكلمات ولبثوا في كهفهم تجد أن الكلمة اللي بعدها مباشرة 309 هي الكلمة 309 هذا بيعني أنه ممكن الكلمة ترمز إلى سنة كانت هذه المسألة في ذهني فبالتالي لما جاءت قضية المفتاح اللي قلنا عنه قلت بدي أشوف من بداية من بداية سورة الإسراء النبوء وآتينا موسى الكتاب إلى آخر كلام في النبوء اللي هي الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة يجيئنا بكم لفيفة هذا آخر كلام بعدين بصير إيش تعقبات وبالحق أنزلناه وبالحق أنزل عن القرآن طيب الآن لما بدأت أعد الكلمات كان في ذهني بس رقمين طبعا وقتها ما كانش في برامج متطورة اللي أعتمدها فأعتمدت لحد الشخصي كنت في ذهني رقمين 1443-2022 فكانت المفاجأة بناء على نبوءة الإسرائيلية 76 أيها أنه بدأ أفحص أنه صح أنه ممكن يكون عندهم وهو القرآن أصلا قال في هذه النبوءة بالذات وآتينا موسى الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني أنا بقول لك موجودة في الكتاب تمام طيب فإذا بكلمة لفيفة هي الكلمة 1443 طيب ما هو إحنا منعد مشان نشوف 2022 ولا 1443 طيب ممتاز الآن في عندنا مثلا العبارة المشهورة عند الناس فإذا جاءوا عدو الآخرة يجيئنا بكم لفيفة اللي هي برضو لفيفة كلمة 1443 من بداية وقتينا موسى الكتاب طيب في عندنا قراءتين قراءة حفظ وورش أو رواية ذاك نقول رواية حفظ ورواية ورش ورش وهي قراءة الرسول طبعا فإذا جاءوا عدو الآخرة هي نقصة همزة العجيب إنه فإذا جاءوا عدو الآخرة يجيئنا بكم لفيفة 2022 جملها الجمل اللي بيعرفوه مش الناس العرب كانت تعطي كل حرف من حروف أبجاد هوز قيمة عددية هذا قبل الإسلام ب1600 سنة وكان العرب يستخدمه والمسلمين يستخدمه هذا سنعود إليه في مسألة الجمل ماشي فإذا بجمل يعني لما نعود محل كل حرف قيمته فإذا جاءوا عدو الآخرة يجيئنا بكم لفيفة 2022 شي عجيب طيب فالقرآن يعقب بعد لفيفة وبالحق أنزلنا هو بالحق نزل وبالحق هاي واحد أنزلنا اثنين وبالحق نزل أربعة إذا بتجمع ترتيبهم بما أنه لفيفة 1443 إذن الكلمة اللي بعدها 44 45 46 نجمعهم الأربع كلمات بتطلع 5782 فاتفاجأت أنه هذا هو التاريخ العبري في 2022 شوفها هاي جتمع عندنا 1443 2022 5782 في المكان نفسه آه قلت إذن لا هو يبدو أنه المسألة تحتاج آه لأنه أنت الآن بإمكانك تبحث وما بضيع وقتك لأنه إذا بديت غلط ممكن ضيع عمرك وانت تبحث في كلام فبالتالي لما بدت ألاحظ التوافقات هاي بشكل كثيف مش مية ومتين وثلاثمية التوافق وبدت تتكشف علوم ثانية وصلت أدخل في علوم ثانية في المسألة بالتالي الناس اللي المتابعين الدروس بمعنى الكلمة هذول بكونوا جازمين وأنا اللي دامن بهديهم وبقولهم ما بصير نقول مية بالمية هم بيأخذوا الانطباع مية بالمية أما الناس اللي بدرسوش ممكن وهاي بتضحك شوية ممكن بعضهم اللي واثق وما انه مش دارس ولا بعرف بقول لك لأنه الشيخ بقول ما احنا مجربينه عني طب هاي كويسة يعني انه واثقين وبالتالي بيأخذوا مني ممكن لأنهم متعودين كل شيء بكون عندي مدروس ممكن بهذه الطريقة لكن لأ الناس اللي اللي بتابعوا الدروس بيكونوا متأكدين مين ما يكون مسلم مش مسلم الاخري أنا أوقفني يعني شخص نصراني أبوه مدرس جامعة وهو بتقن عدة لغات قبل أيام و نشكرك وبحضر لك وبشوف حتى نعود إلى صلب مسألة الوعد بالإضافة إلى الزوال نحن نحكي عن قضيتين متلازمتين وعد وعد إلهي ثم نتيجة ذلك من خلال الأرقام والجمل وصلتم إلى نتيجة الزوال يعني ما الذي يجعلك متحمس من خلال البيانات القرآنية للوصول إلى نتيجة بأن إسرائيل ستزول عام 2022 هو أنا مش متحمس هو هي أجة المسألة تكشفت قبل 30 سنة من 2022 يعني ما كانش متحمس ولا كنت أريد هالكلام هي المسألة جات فتحت وبدأت أتابع أتابع مش يعني قضية عاطفية أنا أريد هو لو أنا أريد كان قلت لهم بعد 20 سنين مش بعد 30 مش بعد 30 سنة تمام فلما أنت بتشوفها وكنت قبلها عندي الكتاب المتعلق بالعجاز العددي أصلا طيب أنت لما تجد مثل هذه المسائل في القرآن الكريم وهو كتاب رباني ولا يعقل أن يوجد في كتاب الله شيء اسمه صدفة فكله مراد للخالق حتما فشو وراء هذه الإرادة طب هل يجوز لي شرعا أني أنا أكتم ليش أكتم ليش أكتم طب ثم ليش يصدقوا الناس إذا كان أنا بعرض عليهم فبقولوا والله إشي مدهش إذن ليش نكتموا وليش ما يصدقوا هما بعد أما أنا بلهم اللي بيجزم مئة بالمئة لأنها كما قلت يا مجرد توافقات قد يكون إحنا مفسرينها غلط تمام ولكنها توافقات واضحة ومش بس في القرآن وصارت تنعكس علاقة القرآن بالتاريخ وصرنا ندخل الآن في علوم رياضيات كمان مما يدلك على أنه هناك هذا فعلا الرب المسيطر على كل صغيرة وكبيرة تمام فبالتالي هذا ممكن يكون طريق للإيمان حتى غير المسلم عندما يرى يدهش يدهش من الأشياء الموجودة هل يجوز لي شرعا أني أكتم هذه المسألة نعم ما يجوز يعني أنت قلت ونحن نحضر للحلقة أن كلما زادت معي السنوات زدت يقينا بأن هناك شيء كبير سيحدث في عام 2022 صحيح ما الذي وجدته هو الحقيقة مش كل شيء إحنا يمجده في البحوث كأن نحكي مع الناس ليش السبب الأول أنه الاكثار عن الناس يعودوا ما يستوعبوش يعني الآن ممكن يكون موجود 25 26 27 درس في منها ساعتين في ساعة ونص ساعة في المسألة طب أنت تكثرك تعطي أكثر ليش ساعة ونصف ساعة ونصف لا صارت تدخل في قضايا ممكن الحديث فيها يعمل فتنة خصوصا في عالم الأشخاص تمام فبالتالي لا احنا مش كل شيء بقوله بتحدث فيه عفوا مش كل شيء بانكتشفه في البحوث أثناء المسيرة نتحدث فيه احنا تحدثنا بجزء مما وجدنا عشان هيك بتجدني يعني غير آبه أنه مع اقتراب سنتين الآن ودائما الناس خاضعين لضغط الواقع وكلك هاي اسرائيل موجودة وهاي العرب كمان وهي الشيء اللي بتحكي فيه يعني وهي بعيدة 30 سنة ممكن يقبلوا أما الآن سنتين لا ممكن أبقى أتكلم قبل بأيام من الاشي اللي في المتوقع هناك من يقول بأن الشيش بسام بنى كل تصوراته على مفهوم الجمل في اللغة العربية وهذا المفهوم دثر وليس له أصول يعني من يقرأ اللغة العربية لا يعد ذلك من علومها وبناء على ذلك قد يكون يعني مسألة الجمل فيها فيها ما يقال كثير في الطعن في أساسية حتى بعد ذلك ابن عليه قضايا تتعلق بالقرآن الكريم أولا الجمل موجود في لغة العرب قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة تمام لأنه هو مرتبط بالإكتشاف الأبجادية شو معنى الجمل ما قصد هو على فكرة العرب هم اللي وضعوا الأبجادية و وكانت اكتشافي وعد من اكتشافات المهمة في التاريخ ليش لأنه لاحظ الصينيين مثلا 5000 رمز حتى يكتبوا اللغة اليابانيين شرحوا تمام طيب بتصور ابنك لابدك علموا أنت 3000 رمز مشان سير يعرف يكتب لا فأجل العرب ووضعه 28 رمز يمكن أن تكتب فيها اللغة هذا 28 رمز على فكرة أول مرة بتصير اللي تسمع الأبجادية العربية وهذا الكلام أخذوا اليونان أول من تأثر ما كان في علاقة قوية تجارية وغيرها مع اليونان فاليونان أخذوها ولذلك بتلاحظ أنت اليونان لحد الآن بيقولوا ألفا وبعطوا ألفا واحد بيتا بيعطوها اثنين زي العبرية ثم العبرية اللغة العبرية أخذت لاحظت نفس الترتيب الأبجادية لعند قريشة لعند قريشة وكان عندنا إحصائيات ب13 لغة موجودة في العالم أخذت الأبجادية العربية مع الأرقام اللي بوضحها الآن إن شاء الله مع الأرقام ولذلك حتى أنا حتى أقرب بالصورة لبعض الأخوة أنه اليونان أثروا في اللغات الأوروبية إلى درجة أنت اليوم لما بتيجي بتشوف ترتيب الحروف الإنجليزية مثلا وتيجي بتقول K-L-M-N أنت تكتشف إنها كلمون Q-R-S-T بتكتشف إنها كوريشة A-B أبجاد تمام هذا من آثار إيش لما أخذه فكل الأبجاديات الموجودة في العالم قيمة عددية من واحد لعشرة بعدين من عشرين لتسعين بعدين من مية لتسعمية بعدين ألف لذلك الغين ألف شو كان يقصد اللي فعل هذا الكلام يبدو اللي هي موضوع أحد عشرات مئات ألوف ولا تجد أي لغة فيها هذا الكمال أحد عشرات لذلك كلها مثلا العبري بنتها عند أربعمية عند كوريشة عند أربعمية لأنهم مستعيرين من العربي في ناس بزعموا أن اليهود لا هم اليهود واحد من تلتاشر لغة أخذت عن العرب الأبجديات فإذن العرب أعطوا لكل حرف قيمة عددية وأحيانا كانوا يعبروا بالكلمات عن قيمة عددية مثلا في يوم الأيام توفي السلطان اسمه باركوك هذا أول واحد أوجد المماليك البرجية في مصر باركوك لما توفي فيه واحد لطيف ظريف وضع عبارة إذا حسبتها بتعرف وين تتوفي باركوك اللي هي في المشمش فبركوك متوفي في المشمش احسب في المشمش بتجد مجموعة في الجمل تمنمية واحد تمنمية واحد هجري توفي باركوك في الفاء سمانين الياء عشرين المشمش الألف واحد اللام تلاتين الميم أربعين الشين تساسمية الميم أربعين الشين تساسمية المجموعة تمنمية واحد جمل في المشمش فتوفي برقوق في المشمش 801 فعلا افتح انت مثلا شوف زمن برقوق وانت توفيت جده 801 هجلي فكيف هذا عكسته مو على مسألة الزواج اه فقلنا فقلنا انه اولا انت قلت كلم بس بدي اصححه شوية هم اللي بقولوا انه احنا نعتمد فقط على الجمل غير صحيح لا هو الجمل واحد واحد من اه مسلك من مسالك ومسلك من مسالك كلها تلتقي طيب الجمل نجي الان قلنا الجمل اعطاء كل حرف من حروف القيم عددية وفق الكلام اللي قلنا تمام فانا قلت انه طيب القرآن ما هو نزل باللسان العربي مبيل طيب ولما نزل القرآن كانت العرب تستخدم الجمل كلغة اذا لما يقولوا فيش انه مستند كيف طيب والله هو منين مستندك انت انه الجبل اصطلاح العرب جبل ليش مش موتن واصطلاح العرب لما يقوله ارض ما هو القرآن استخدم اصطلاحات العرب ما هي اللغة ما هي الجمل اللغة انت لو انزلت للسوق عند العرب زمان وكتل بك من التفاح وكلك مثلا نياه تفهم على طول انه عشر دراهم يعني تمام فاذا هي جزء من اللغة فاللي بده يقول انه ما لهاش مستند كيف ما لهاش مستند طيب ولا لغة شو مستندها طيب ما هي اللغة اصطلاح وهذا اصطلاح اللغة اصطلاح وهذا اصطلاح جاء الاسلام والعرب بتصطلح قبل الاسلام بقرون بتصطلح بهذا وهي جزء من لغتها طيب فانت اذا فالان قلت انه طب بما ان القرآن نزل بلسان عربي مبين وبما ان الجمل هو لسان العرب اذا ايش يمنع انه يكون القرآن فيها اصرار في الجمل واذا به فيه اصرار كثيرة جدا في الجمل يعني هي مقدمة كانت صحيحة وبالتالي النتيجة فعلا فيه ثمار وبالتالي ما بتستطيع احد اصطلا ينكر الان ليش لانه واحد لو اجي قل لي شو الدليل انك موجود انا بقول له اني موجود شو بدك اجتر من هيك شو الدليل انه الجمل موجود الانشي اللي منعرضه عليكم لما انا اجي اقول لك سورة الحديد مثلا هي الصورة 57 في ترتيب المصحف وانه جمل الحديد الالف واحد اللام ثلاثين الحا الحا تمانية الدال اربع اليا عشرة الدال اربع المجموع 57 طيب هاي موجود وبعدين باجي بقي مقال التعريف بتصير حديد بتصير 26 بعدين تتفاجأ انه 26 العدد الذري و57 وزن ذري طيب شو هذا والقرآن مرتبها 57 طيب صدفة بدنا نفترض بدنا ندخل معك في قضايا تانية فاذا هي المسائل هذا اللي بيجعل الناس اللي فعلا بتابعوا الدروس هم بيقول لك لا مستحيل ما تزولش هي اصلا اذا ما زالتش هذا بيكون عجيبة من العجائب مع وجود هذه التوافقات وعلاقات قوية جدا مثلا انا معطي درس كامل ساعة ونوص وبعدين طبعا اكتشفت اني بإمكان اعطي كمان ساعة ونوص في علاقة فتح صلاح الدين بـ 2022 وعلاقة فتح عمر الخطاب بـ 2022 هذا مسألة تكون ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة مشاهدين الكرام نحتاج الى اكثر من حلقة وهذا يبدو من خلال اعدادنا سيكون هناك حلقة وحلقتين للوصول الى ما يتسائل عنه الناس عندما كتبنا على موقع التواصل الاجتماعي وصلنا اكثر من 146 سؤال وعندما حاولنا ان نلخص هذه الاسئلة وجدنا ان نحتاج الى ساعات طويلة للاجابة على الاسئلة لكن في النصف الثاني من الحلقة سنناقش بعض النصوص القرآنية المتعلقة بمسألة الزوال ثم ربطها بمسألة الواقع الذي نعيشه والمتعلق باسرائيل مشاهدين الكرام فاصل ونواصل مشاهدين الكرام نعود من جديد للحديث عن زوال اسرائيل في العام 2022 وما يدور من نقاشات حول هذا الموضوع خاصة في ظل اكتراب الموعد والنقاش حول بان هذا الموضوع قد ينعكس على القرآن الكريم من حيث اعجازه وقد يستغل المخرصون بين قوسين للطعن بالقرآن الكريم نواصل النقاش شيخ بسام جرار حول مسألة الزوال لكن كنت انت ستضيف في مسألة الجمل وانا بدر لذهني سؤال هل فعلا استخدمت الجمل لدى علماء الإسلام سابقه؟ إذن هو الجمل من لغة العرب استلاحهم وأكثر اللغة استلاحة مناش نخد في اللغة التوقيفي ولا استلاحي بس واضح أنه أكثرها استلاحة فهذا استلاح من استلاحات العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين فهي إذن لغة ثم فيما بعد نشأ جمل آخر بعد الإسلام هذا إحنا ما لنا علاقة فيه يعني لما اخترعوا في الجمل أشياء جديدة ما لنا علاقة فيه إحنا فقط المسألة كل حرف شو قيمتوا انتهى الموضوع ثم فيه ناس استخدموا في الشعوذة والسحر وهذا الكلام زي ما استخدموا الأرقام يعني مش معقول نتنكر إحنا للأرقام لأنها مستخدمة في السحر والشعوذة نفس الشيء لكن علماء المسلمين هل يستخدموا العلماء الجمل يعني عندنا هنا مثلا في مكتبتنا في عندنا للعلامة أندونيسي قد يعني فسر القرآن في مجلدين شو سمى مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد طيب مكتوب في المقدم شو بقوله وهو علامة مؤسلم وسميته مع الموافقة لتاريخه مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد تيجي بتشوف أنت مراح لبيد لكشف تحسبها بتجد مثلا وإذا به التاريخ اللي بدأ فيه التفسير أو انتهى التفسير تمام هاي استخدم حتى اسم طيب في عندنا مثلا من القراء الكبار ومن العلماء الكبار في علوم القرآن وفاة 444 هجري أبو عمر الداني إله كتاب اسمه البيان في عد آية القرآن الحقيقة إنه بفرد آخر فصل لموضوع الجمل وبيعطي أسانيد في موضوع الجمل في تاريخ الإسلام تجد علماء كثيرين تحدثوا وأرخوا كمان أرخوا بعبارات تؤرخ مثلا لمعركات تؤرخ لبناية البناية القديمة يغلب على فكرة إنه عليها عبارات لو حسبتها تتعرف تاريخ البناء أو إذا في رساء لإنسان في قبر يكون فاستخدم لكن هو المستنكر أن يستخدم في غير محله نعم شخص دعنا ندخل في لب الموضوع نربط ما بين السياسة والكراءة مسألة وجئنا بكم لفيفة عندما نتحدث بدون الواقع جئنا بكم لفيفة عندما نتحدث عن هذه الآيون نربطها بالواقع 60% من اليهود خارج فلسطين هل النص القرآني يرتبط مع وعد الآخرة بمجيء اليهود ككل أم أن القضية تتعلق بجزء منه هو ليس بالضرورة أولا أنه يكون جئنا بكم أي بكل اليهود ما فيش أي دليل على أنه المقصود كل اليهود وإنما المجيء بهم إلى الأرض المقدسة من أجل أن يتحقق الوعد بس أما ما قال كلهم هاي واحد اتنين هو علماء الأجناس المعاصرين بيقولوا فقط 10% من يهود العالم لهم علاقة ببني إسرائيل وهذا موضوع سنتحدث فيه فقط 10% من يهود العالم لهم علاقة ببني إسرائيل ثم أفكرا لما قامت الانتفاضة سنة 1987 أفكرا قامت والناس مجدارية أنه كان معقود المؤتمر 12 السهيوني في القدس والعجيب أنه انتهي هو كان بتسعة تقريبا المؤتمر السهيوني فكانوا هم عم بتآمروا وإذا بالانتفاضة تقوم بدون ما يدركوا الناس الموضوع هذا المؤتمر أفكرا كان بدون ينشق لأول مرة في تاريخ إسرائيل قصد المؤتمرات السهيونية لأنه كانوا من ضمن الاختلافات القوية هو اختلف في عدة مسائل من ضمنها الاختلاف أنه من هو اليهود فكان لو بدهم يقبلوا تعريف اليهود الأرثوذوكس نص مليون هون في داخل فلسطين بيصبحهم الشهود ومليون ونص في الولايات المتحدة بيصبحوا مش يهود ووثق التواجد اليهود بيصبحوا مش يهود لو بدهم يرتضوا به فهذه قضية الآن جئنا بكم لفيفة على كل هو اللفيف جيد أنه نلفت لانتباه إلا هنا المقصود أنهم ينتمون إلى أصول شتى المقصود أنه في المرة الأولى بيكونوا منتمين إلى أصل واحد المرة الأولى بيكونوا ولكن المرة الأخيرة اللي هي هاي بيكون اليهود منتمين إلى أصول شتى كيف لما قال الله سبحانه وتعالى جنات ألفافة شو يعني جنات ألفافة أنت لما تيجي تطلع على الجنة اللي أغصانها متشابكة أنت اترك الأغصان وارجع شوف وحدك كل واحد وين جذرها أنت رح تجد كل شجرة لها جذعها الخاص وجذرها لكن التقت في النهاية أصول فهدول نفس الشي هم التقوهن ملتفين على بعض الوعد لكن لو نظرت لأصولهم وهذا معنى لفيف الأصول مختلفة أصول مختلفة هذه الأول مرة إذن هم ما عدوش ما عدوش بني إسرائيل فعلا إلا من جهة الانتماء للدولة الآن حتى سموها إسرائيل تمام ولكن القرآن لما قال جئنا بكم لفيفة يعني جئنا بكم في حال كونكم منتمين إلى أصول شتى غير عن المرة الأولى اللي كانوا كل من هو يهودي هو من بني إسرائيل كل هو يهودي من هو كل بيكون من بني إسرائيل الآن لا ممكن يكون اليهودي غير بني إسرائيل فهو إذن ما فيش أي نص سواء في القرآن أو في السنة يقول أنه يأتون كلهم إنما من أجل أن يتحقق الوعد نجمعكم أما كلكم أو بعضكم ما فيش أربط ما بين الوعد والنهاية إيش أفضح السؤال أكثر يعني بمعنى أنه ارتباط مسألة الدراسة لديكم بمسألة الوعد في سورة الإسراء ثم وصولا إلى كراءة نهاية إسرائيل وزوالها يعني ليش ربطتم بهذا الميزان الربطي هو على فكرة في البداية كانت الدراسة للنبوء الكرآنية الموجودة في سورة الإسرائيل ثم بدت الدراسة تروح لنصوص أخرى ولكن أعطيك فكرة عن الآية السابعة اللي هي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أسأوف لها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ولا يدخلوا المسجدة كما دخلوه اللي هي يعني تفصل في الموضوع الآية السابعة هذه الآية السابعة سبق أني أعطيت فيها درس كامل موجود في اليوتيوب الأرقام لمدة ساعة وبقراءتين بقراءة برواية حفص ورواية ورج ثم اكتشفت أنه بإمكاني أعطي كمان ساعة الآية السابعة ويجدوا برضو آية كمان ساعة في المسألة فقط في آية واحدة طبعا فإحنا إذن ننظر من عدة زوايا للمسألة وهنا المفاجآت إنه كيف ممكن إنه يحصل هذا وفق نظريات الاحتمالات كيف ممكن يحصل هذا صدفة تأتي الموافقات بهذه الطريقة طبعا الإنسان اللي ما عنده على فكرة ما هو علم جديد اللي ما عنده خلفية باستوعبش إيش الموجود لكن كل من يشاهد حتى أشد المنكرين إذا عرف خلص انتهى بقول لك لا فيه إيش أكيد فيه إيش ممكن يحصل خصوصا إنه الحسابات تتعلق بمواقع محددة إحنا في البداية ذهبنا للنبوء اللي تتعلق بزوال احتمال اللي هو مسألة وعد الآخرة اللي هو هذه المرة الثانية اللي هي تسمى الأخيرة لاحظ إن الله سبحانه لما قال فإذا جاء وعدوا أولهما ما قالش فإذا جاء وعدوا ثانيهما وإنما قال فإذا جاء وعدوا أولهما بعدين قال فإذا جاء وعدوا الآخرة لأنها هي الثانية والأخيرة يعني فيش ثالثة يعني فيش ثالثة فيش ثالثة الأولى تمت الأولى كانت قبل الإسلام حقيقة أنا شارح هذا الكلام في ست ثمن محاضرات موجزات على اليوتيوب منتسلسلات فواتح سورة الإسراء ثمن دروس مشان نبين وننفي شبهات اللي ممكن الناس تشتبه في التفسير في ثمنية وثم كانت التاسعة تحت عنوان وعد الآخرة هاي تسع دروس كاملة يعني التسع ساعات في شرح النبوء القرآنية المتعلقة بوعد أولهما ووعد الآخرة مشان ما يكونش فيه جدان بعدين مندخل الآن صنعنا في موضوع الأرقام من هون في توافق كامل في توافق كامل بين الفهم المتعلق بالتفسير ثم قضية التوافقات الأعداد ثم هناك ارتباط قوي جدا بهذا التاريخ تاريخ 2022 بالفتح الأول عمر وفتح صلاح الدين ويبدو فيش ثالث على فكرة القدس لن يسقط ثالثا لن يسقط ثالثا لأنه اللي موجود وجدنا فقط فتح عمر وجدنا هذا برضو اللي بخلي الناس تقتنع ووجدنا فتح صلاح الدين أين وجدنا في القرآن نعم وفتح صلاح الدين و2022 وجدنا الترابط القوي جدا بينهم ثلاث تمام وهذا بيعني أنه فيش يعني فيه أكثر من الملاحظة بتعني أنه فيش فيش رابع يعني هو ثلاث مرات وانتهى الموضوع أما قضية وأن عدتم عدنا هذا فيه هذا تهديد لليهود إذا بعودوا شوفوا في السرعة وأن عدتم عدنا وهذا هي محاولة عودتهم مع الدجال وبالتالي لا يستقر وجودهم في فلسطين لأنه هو محكوم بثلاث فقط مرتين عفوا مرتين مرة قبل الإسلام والمحاولة الثالث والمحاولة الثالث يعني مرة الأخيرة الآن هما بيحاولوا الثالثة هذه وأن عدتم عودنا يبدو ليش لأنه زي ما قلنا بمجرد ما دخل الدجال وعامة أتباعه من اليهود إذا يهود أصفهان لحالها سبعين ألف وعليهم الطيالسة شو يعني الطيالسة اللي هو هذا اللباس الديني اللي بيشير على أنه الدعوة حتى في المرة الأخيرة بتكون دينية برضو لا يستقرون لا يستقرون يعني ما بيحصلش الدولة لأنه يش معنى لتفسدوننا في الأرض مرتين ولا تعالوننا علوان كبيرا هو أفساد مجتمعي عن قوة وسلطان هون الثالثة ما بيستقروا لأنه لما بيجوا ممنوع لأنه الله قال مرتين سبحانه وتعالى فإذن لذلك الناس اللي بيقولوا مثلا هو اندخلنا موضوع موضوع أنه هل المهدي إلو دور في هذه القضية هذا كلام لأنه في آخر زمن المهدي يأتي الزحف الدجال وعامة تتبعهم عن اليهود والسؤالة اللي بتكتسأله كان لازم يسأله لا أنفسهم طب ليش اليهود جايين مع الدجال هو اللي مش موجودين في الفلطين لا هذا بيعني أنهم بيكونوا خارجين بيكونوا خارجين وبعد مدى من الزمان لا ندري ما هو بيحاولوا يعملوا الكرة الثالث يأتوا بقيادة الدجال من هون إذن من علامات عفوا إذن المهدي المهدي هو بيكون موجود لما هم بيزحفوا في محاولة استذجع وجودهم في فلسطين مش خروجهم أيها مش خروجهم لذلك هم من القاعدين بتكلموا في المهدي واليوم وبكرة هذا كلام النقاش تعرف في قضية الزوال يا شيخ بسام يأخذ في عين المفكر السياسي والدارس الأمني والعسكري موازين القوة أنت تحدث عن عن عام 2022 نحكي عن سنتين وشوي شهر ثلاثة يعني قريبة يعني عرائي بعضهم بكل بكتب لي على الفيسبوك موسمين زاتون بنبكى يعني خالصين من اليهود الآن زوال في 2023 تقرأ انت الفضاء السياسي 22 تقرأ الفضاء السياسي اليهود وصلوا إلى علو هل هو الأخير يعني هل هذا هو المستوى الأكبر في العلو لا لسه في علو ما نشاهد في عالم العرب أنه الاحتلال يتجاوز في مسألة العلو ما نتصوره في السيطرة الأمنية على العرب والمسلمين في مسألة القوة العسكرية الكيان يحسب من السد والأولى في مسألة القوة العسكرية والنووية عندما نتحدث أيضا عن حالم من سيزيل الإسرائيل يعني من هي الجهة التي ستزيل أيضا الفضاء السياسي والجيو سياسي في أنظمة راسخة موجودة في المحيط هذه الأنظمة بوابة تغيير أو بوابة إبقاء كيف تركب لنا النبوءة مع الواقع السياسي ماشي هو في البداية خلينا أقول إذا كانت الأمور بدأت تكون واضحة للناس وكل شيء تمام لا إيش النبوءة هي النبوءة تأتي أصلا في الوقت اللي ممكن الناس يظنوا أنه ما فيه مجال ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان محاصر في الخندق وقتها بشر المسلمين بفتح بلاد فارس وبلاد الرومان ناحظ وينتا لما كانوا محاصرين وبلغت القلوب للحناجر وتظنون بله ولا لا إيش النبوءات هي الدينية ثم سراكة ونبوءة سراكة وينتا كانت والرسول مطارض الهجرة إذن أما والله كله مبين ليش تكون وبالتالي إحنا بدأنا نتحدث في المسألة أو القرآن نتحدث فيها قبل 1400 سنة تمام ثم بدأنا نتحدث إحنا بالملاحظات قبل 30 سنة من 2022 قبل 30 بس الآن لأنها قربت بصيلوا ناس عندهم شكوك لأنه شايفينها قائمة هذا إذن القضية الأولى إنه هو النبوءة تبتيجي في الوقت اللي الناس يأسى ولا ترى أفق بالعكس هو مشان يفتح لها أفق ومشان أجل أنه لا تيأس لأنه غالبا لما الناس بيأسوا تفسد أخلاقهم وبتحللوا هون مشكلة بس إلا ما يكون في أمل لا معناته بعرف إنه أي جهد بيبذله بروحش هباء أما هيك بصير أي جهد هباء طيب الآن هون مع ذلك لا أنا أصلا كنت أنتبع من قديم في السياسة وأنصرت أقلل في السياسة الآن لأنه صار المتحدثين كثار وفي ضائيات وكذا بطلناها لما كانت ما فيش كنا نتحدث فقط في السياسة تمام وكنت أتبع في المسألة لا هو اللي بدرس الآن إسرائيل من الداخل إسرائيل تراجعت كثير هي بلغت الأوج سنة 67 سنة 67 اكتشف الغرب وبالتالي أمريكا أنه بإمكاننا نعتمد على هذه القوة وبدأ الدعم الهائل بال67 لكن هو الآن لما تجي تدرس الآن لا بالعكس الآن إسرائيل بتعتبر أوروبا معادية اختلف الموقف الأوروبي تماما في أمريكا الآن المثقفين شوف الجامعات والتيار الجديد اللي هو ضد إسرائيل في الداخل في الداخل الجند الإسرائيلي كيف هو الشعب الإسرائيلي كيف هم القيادات زي القيادات الأولى يعني مبدئية وتفاصيل كل هذا أبدا هي أصلا في حالة هم خايفين الناس لما بينظروا من الخارج بظنوا أن هذا الهيكل الموجود قوي لكن أنت انظر من الداخل اسألهم هما فالناس لأنها ما بتتابع ولا بتقرأ في كتابات وفكرة صهيوني بظنوا بالشي اللي هم بشوفوه أنه شي كبير زي ما قال الله سبحانه وتعالى في مسألة لما حوصر اليهود ما ظننتم أن يخرجون أنت لما تطلعتوا قلتوا هذه الحصون ما ممكن أنتوا اللي من بره لكن دخلوا لنا من جوا شو قال وظنوا إذن اليهود هم يظنوا في ذاك الوقت وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم هم بظنوا أن حصونهم تمنع يعني مش بتأكدين هم بظنوا أنه ممكن تمنع شوفوا الفرق بين اتنين وهذا موجود اليوم بطلعوا ناس خصوصا بدرسوش يعني بطلعوا من بره بقولوا دول لا 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 هي إسرائيل أصلا خايفة أن الدول هذه الغربية نتيجة الآن وجود دول صاعدة قوية جدا في شرقية سواء كانت صين أو يابان أو روسيا الأرثوذوكسية مهم بيعادوها أرثوذوكسية وفي الصراع قائم بهذه الطريقة الغرب الآن بيخافوا الغرب شيخوخة شيخوخة وبالتالي هو ممكن يبيع إسرائيل أصلا أنا بسميها بلغة أهل الشدة هذول اللي كنت مرات أشوفهم بلعبه كان قال لك بنزل في الجوكر الجوكر اللي بيدي الغرب إسرائيل في أي لحظة بنزل فيه مشان يرضيك ومشان الدول العظمة الثانية اللي بتنافس بعدين أذكر أنه أنا أشرح في هذه المسألة في مرج الظهور سنة 1993 كنت شرحتها في صورة مرتين ولاحظت أنه بعض الناس من نزلينها يعني من سنين كنا نقول لهم يفترض قبل عشر على خمستاشر سنة من هذا الحدث أنك تجد متغيرات وهذه المتغيرات تدلك كيف هذه المتغيرات الحقيقة فعلا أنت تعال مثلا 2011 بداية باقي 2011 قبلها كان نهيارات الاقتصادية 2008 وقبلها هزيمة أمريكا في أفغانستان هزيمة أمريكا في العراق والتفاصيل ثم الآن الأحداث اللي بتحدث هذه أنا أشبهها زي الكيميا إيش يعني زي الكيميا يعني بمعنى آخر في النهاية العناصر لما بتصير بينها تفاعلات كيموية بنتج إش جديد الناس راح تشوف إش جديد وبعدين ثم شعوب تنشع عندك شعوب مقاتلة نتيجة هذا اللي صار شعوب كانت نايمة ولا بتعرف عسكرة ولا بتعرف شي غصبا عنها الآن صارت شعوب مقاتلة وتقاتل دول عظمة إذن بالعكس كيف مش شايفين الناس متغيرات وهذه الأنظمة الآن إيش هذه الأنظمة الآن بتخاف 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 يا إما بتغير أو بتزول ما فيش تبت كيف كل يوم مفاجآن وكان يتوقع أنه المفاجآت مثلا بعد ما صار اللي صار أنه في الجزائر يقوموا ما حدا يتوقع أنه في الجزائر الشعب يقوم مثلا إذن اللي بتوقع أنه الشعوب نامت كله يشحن الآن كله يشحن فبالتالي لا أنا شايف أنه مقدمات كثيرة موجودة نفسهم يشعروا أنه وضوعهم مش تمام على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي كمان على الإقليمي والدولي والآن مش طبعا الوقت يطول ثم أنا طلعت الحقيقة على مقترح الآن موجود في داخل إسرائيل له من له من يؤمن به جزء يتفاجأ الناس أنه القدس السماوية مش في فلسطين القدس السماوية في أوكرانيا وهذا بده تفصيل هم الآن شو عام؟ دعنا نذهب إلى زاوية في ذات مستوى الأهمية شيخ هناك من يسأل أنه 2022 شهر ثلاثة زوال ولا بداية الزوال؟ لا هو قضية شهر ثلاثة هذا مجرد ملاحظات عابرة أنه احتمال أن تبدأ المسألة بشهر ثلاثة تبدأ البداية البداية أما هو الكله في عام 2022 اللي التقى فيه مع 2043 هدول بتتقوا 200-9 يوم سيكون زوال أم بداية زوال؟ الكلام عن زوال دولة زوال دولة دولة كيان كيان نعم مش البشر نعم كيان كيان طيب رؤيتك من أين عناصر القوة سطنحض يعني من سيزيل؟ آه أنا قل لا عندك صوديوم وكلور الصوديوم سام والكلور سام تمام؟ بصير فيه تفاعل كيماوي بطلع عندك الملح والملح مش سام صفات هذا وهذا وهذا الثالث اللي بنتج فأنا اللي شايفه كل اللي بصير في العالم العربي هذا تفاعلات رح تنتج الإشيء الثالث اللي هو اللي هو طبعا أنا بشوف أنه كل هذه الأحداث هي أحداث رح تعيد الأمة بقوة إلى حضارتها وهي تطهر وتصفي شوائب القرون الماضية وتصفي شوائب فتة التخلف وفتة الاستعمار وفتة الانبهار وفتة الانضباع بالآخر والتفاصيل كل هذا على فكرة بزول وبتنظف ولكن الناس بيستعجلوا مستعجلين الناس وما بعجبهم إش أن الأمور تصبح الصراع بهذه الطريقة لا لا هو كله تصفية وعودة سريعة أنا كنت أشبهها زمان بإيش بقضية البريستو تنجرة البريستو اللي كنا نطبخ زمان تأخذ مثلا ساعتين ثلاثة طبخة لليوم ربع ساعة إذن مع الحرارة والضغط يسر يكون بتسارع النضوج إذن نضوج هنا لو في نضوج هناك من يقول بأن حديث الشيخ بسام قد يخلق حالة اتكالية خلينا نايمين ما هو جاي زوال القدرية والاتكالية القدرية قدر الله لكن الاتكالية في مسجل تغيير في الأمم هو قلنا إنه اليأس يؤدي إلى التحلل والتسليم تمام وإنه لما يصير في أمل بيصير في نهوض الصحابة أكبر مثال الرسول صلى الله عليه وسلم كان معطيهم نبوآت ومتأكدين منها لأنهم بيعرفون الرسول ولم يعرف التاريخ أمة ناشطة ومتحركة وحاملة للرسالة مثل الصحابة يتفضلوا يفسروا لي إذن هذا أحيانا المنطق العقلي الرياضي بيزبطش لما تيجي تطبقه في البشر تزبطش كيف لما يجي يقولوا مثلا في الإسلام إن قال لزوجته أنت طالق تطلق أي واحد يجيب وكلك معناته أكثر بلد في العالم بطلق المسلمين تكتشف أنه بالعكس أكل ناس بطلقه إذن معناته بدك تنظر ليش ليش أكل ناس تمام نفس الشيء هنا نفس الشيء في هذه القضية نعم شيخ بسام أيام 2022 يعني قريب والسؤال الآن المتداول إنه شهر ثلاث هو أيام تعد في 22 لو أفق الشيخ بسام جرار الساعة الرابع فجرا لصلاة صلاة الفجر ثم نظر إلى رزنامة التوقيت فوجد أن الأمر استقر على ما هي عليه إسرائيل تعربت في الشرق في الغرب موجودة طيرانها سلاحة والأمة تحت الكبوة هل الشيخ بسام يعني سيكون حجة لناقدي القرآن الكريم بأن هناك مساحة للتشكيك خاصة في عودة الإلهاد رأسه في هذا المرحل هو أنا من أول يوم أصلا كنت محتاط أول يوم قبل 30 سنة يعني من 2022 لذاك اش سميت الكتاب زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوء أم صدف رقمية كلمة صدف في أقوى من هلوات بس يعني استخدمتها في حينه زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوء أم في الداخل بقول في المقدمة لا أقول إنها نبوء ولا أقول إنها ستحصل وهي جعلتها بلون أسود واضح اللي بسموه البولد تمام مشان اللي بيقرأ ينتبه لها ما تروحش فيه المسألة إنه ومن يومها وفي كل المحاضرات عم بنبه ديروا بالكم هذا احتمال طيب فيلوموا نفسهم يلوموا نفسهم اللي صدقوا إلى درجة 100% أنا شوال أستوي لهم بعدين هو أنا باخذ إسرائيل مكاولة فهو آه فهين بنبه أنا دائما بنبه أما أما هو فعلا فيه إشي غريب في الموضوع أنا شخصيا إذا لم تزل إسرائيل فعلا إشي مدهش يعني إشي عجيب إنه ما تزول مش إشي عجيب إنها تزول تمام على ضوء المعطيات تمام وقتها بدنا نجي نتوقف وننظر أما القرآن شو علاقته القرآن موجود نظم عددية نظم عددية إحنا فسرناها تمام وبدهم اللموني أنا شخصيا أنا مستعد أضحي في هذه المسألة لما نعارف لكن إذا حصلت هذه راح يكون تأثيرها في البشرية إشي هائل وبعدين نطلع لهم الموجود فهو يعني فبالتالي مفيش إشكال في الحديث في المسألة لأنه تحدثت من قبل يعني من قبل سبعة وعشرين سنة في الموضوع وبمنع الشعني أنه أبقى أتحدث حتى آخر يوم أما إذا كان زي ما قلت استيقظنا في واحد واحد 2023 مشيك وهو مش زائلة يعني أنت بتكون أبرأت ذمتك وقدمت اللي عليك ووضحت للناس دي لبالكم مش مية بالمية وأما اللي بده يفتتن فهذا أمر الفتن أصلا الموجودة كثيرة وأشكال وألوان منها لما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس ما يعبدوا الله على حرف يعني دي لقيله على حرف مش هيك إذا بمعنى شو ما يتعالى حرف في مثل هاي القضية إذا زالت إسرائيل بتلاقيه يسبق الناس كلهم في الدين وإذا ما زالتش بي يوم بروح ها ها هذا شيخ بسلام أشكرك على هذا النقاش إحنا اعتبرنا هذه حلقة سندويشات بمعنى من كل بستان زهرة لما ندخل بالتفاصيل العميقة مشاهدين الكرام لأن الأعداد ضخمة أنا يعني على الأقل أحرص على حضور دروس الشيخ بسام جرار لتقينا معه في المعتقل وكان ما يؤثر عن الشيخ أنه دائما ماكنة الحساب موجودة أستطيع القول بأنك تستطيع الصمود مع الشيخ بسام عندما يبدأ الحديث على الأرقام نصف ساعة وبعدها أنت لا يمكن للسيطرة على الأرقام التي لدي هناك شيء مدهش يمكن أن أقول وهناك علامات كثيرة يمكن أن تجلب الانتباه لكن اليقين في مسألة الزوال من عدم مشاهدين الكرام بأن مسألة الزوال تحدث بها اليهود أنفسهم وهذا ما أيضا سنفرد له حلقة كاملة في هذا الموضوع وأيضا تحدث به بعض المسيحيين لأجل ذلك مسألة الزوال هي مسألة يتناقش بها ما بين اليهود المسلمين بالإضافة إلى المسيحيين وبناء على ذلك هذا الموضوع عندما يتم طرحه يتم طرحه أيضا الرؤية السياسية والعسكرية والأمنية حول الزوال قدرة الاحتلال على الاستمرار في بيئة رافضة لوجود الكيان 2022 هي مساحة قريبة لكن السؤال اللهم هل أنت من الذين سيحضرون في التاريخ بوزن عمر وصلاح الدين والذين أثروا في مسارات التاريخ وبناء هذا هو الأهم نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم مع الشيخ مسام للغوص أكثر في معاني الزوال والفكر وروح الدين إلى اللقاء موسيقى